السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك محلي حنتكلم عن تأهل المريخ لدور المجموعات من أمام إنيينبا النجيري وكمان في مكتسبات كثيرة جدا جدا من هذا التأهل وشنو المفروض تعمل الإدارة في الفترة الجاي لضمان ظهور مشرف المريخ في دور المجموعات خصوصا أن القرعة وارج جدا مع المريخ تقوم في مستوى يعني أعلى وحتجيب أندية بالتأكيد يعني ذات طابع تنافس كبير جدا وخبرتها على البطولة بتكون دايما كبير جدا في التنافس الإفريقي لو دي أول لك زيارة للقناة لازم تشترك وتفعيل زر الجرس طيب في البداية أنا ببارك لكل جمهور المريخ التأهل لدور المجموعات عن إدارة واستحقاق بالتأكيد واحدة من المباريات واحدة من الفترات المهمة جدا جدا بالنسبة للمريخ بيمر من فترة كويسة جدا جدا مع أنه كان في تخبط كبير جدا على مستوى الإدارة في الفترة الأخيرة الناس كانوا ممكن تتكلم عن أنه يمكن أثر تأثير مباشر على الفريق ويكون المردود الفني ما يكون بالمستوى الأفضل لكن بيشوف الفريق ماش بشكل أفضل تفوقوا عليه نينبا في مجموعة المباراة الأولى المريخ تفوق بثلاتية نظيفة فبسيف تيري هداف المريخ مشوا في مباراة نيجيريا هناك سيف تيري برضو بيفتتح التسجيل للمريخ بالتأكيد هدف أراحة العصاب خلى الفريق يعني متقدم بفريق الأربعة هداء بعد ذلك نينبا عادل وسجل الهدف الثاني ممكن بتكلم عن هدف أنه فيه مشكوك في صحة وفي فكرة أنه تسجل من ضربة جزاء والحكم التحامل على الفريق بشكل كبير إلا أنه التحكيم الإفريقي والتفاصيل بتكون مباريات خارج الأرض بشكل عام بيحصل فيها عاجات كثيرة جدا جدا لكن ما نخدت التحكيم كشماعة وأنا هنا في القناة دايما ما بحب أتكلم عن التحكيم بشكل كبير لأنه شيء بيكون دايما حاجات جدلية ليس إلا طيب خلونا برضو نتكلم في نقاط مهمة جدا خاصة إنه المريخ استفاد كيف من هذا التأهل أنا بالنسبة لي مثلا من المكتسبات المهمة جدا اللي هي فلسفة المباريات الأفريقية وكيف إدارته وده هنا برجع لعوامل كثيرة جدا جدا من خبرة اللاعبين وأنا الموضوع تكلمت عنه أكثر من مرة ناس المتابعاني بشكل جيد عارف إنه قبل كذا قلت فريق المريخ فيه جاهزية مطمنة على مستوى الدولة على مستوى البطولة الأفريقية مع إنه كان بيطلع لثلاثة مرة على التوالي من الدولة التمهيد إلا إنه الموسم ده العقلية شوية تغيرت عن بعض اللاعبين الاستخدامات كانت كويسة جدا على مستوى الخبرة استعادت بعض اللاعبين الكويسين جدا جدا المريخ حاليا كفريق كويس جدا جدا وفوزوا بالثلاثة هنا أهداف سيف تير اللي كانت في ملعب الهلال أعتقد إنها واحدة من مباركتها كانت ممتازة جدا جدا وميلاد نجم زي واحد زي سيف تير اللي هو إعادة اكتشاف له من الأول طيب أنا بنسبة لي شايف إنه المكسب زي دا أو حتى تأهل عن طريق إن ينبى في نيجيريا وفي مباركة فمضايقات كثيرة جدا جدا أعتقد إنه بصراحة يحسب للبعثة يحسب للعبين يحسب للمدرب يحسب للطاقة من إداري كان موجود يحسب لكل منتمن المريخ كان موجود في هذه البعثة سمعنا في وسائل التواصل وفي الصحف بشكل عام في السوزان إنه المريخ تعرض لبعض المضايقات الممكن حاولوا بقدر الإمكان يتغطوا عليك نفسيا برضو في مسألة بتاعة الطيران وإنت بتجي الملعب بتجي الجمهور ومضايقات بتاعة الفحص على الكورونا بيحاول بقدر الإمكان يأثروا عليك نفسيا أقل له يخلوك أنت ما بتكون في الجاهزية كاملة إلا إنه أشابس المريخ كانوا في يومهم طيب بنتكلم عن برضو حاجة مهمة جدا أنا دائما بحاول ركز عليها بصمة المدرب يعني المدرب في مباريات بتكون خارج الأرض وإدارتها بشكل كبير عجبني جدا في كيفية تجهيزه للعبين في مباريات زي دي تجهيز اللاعبين ممكن برضو هنا يخش فيها مسألة إنه يكون فيه مهاجم يعني جاهز زي سيف تيري إنه يسجل لك لما نلقى الفرصة المتاح نحن ممكن ما نقدر نحلل أي معا القيم ده لأنه ما اتبث تلفزيونيا إلا إنه نتكلم بس عن الأحداث اللي هي موجودة أو عن تاهل المريخ بشكل عام سيف تيري لما نلقى الفرصة سجل تسجيره اللي هدف وتسجيره اللي قبل كده اللي ثلاثية كانت في السودان ويمشي يسجل تاني في نيجيريا أعتقد إنه يعني أربع هدف ممكن أعتقد إنه منافس على مستوى صدرت هدفين دوري أبطال إفريقيا بتتكلم عن لاعب متى ما لقى سجل بتتكلم عن لاعب أراح فريقه بشكل كبير في تسجيره اللي هدف كان مبكر في المباراة بتتكلم عن جاهزية نفسية هو كهداف عنده الرقبة في إنه يسجل تحضير نفسي من المدرب لأنه أتكلم عنه حاليا فالمدرب صراحة يحسب ليه معه إنه جاء متأخر جدا جدا في آخر أسبوعين منها وبدأت الدوري وغيره إلا إنه تحس إنه لقى التوليفة بالنسبة ليه بيقدر لعبيها من خلال لاعبين كانوا قويسين جدا المباراة اللي لا يمكن يشترك فيها أرنود في الجناح الأيمن والسمان الصيف في الجناح الأيسر وبكر المدينة وكان سيفتيري وأيضا خط الوسط كان فيه ضياء الدين وأيضا اللاعب الصيني يعني بتتكلم عن نحوري ارتكاز بأربعة اتنين تلاتة واحد تشكيل صراحة كان فيه يعني مجازفة هجومية كانت صعبة جدا لما نعانيتنا للتشكيل في الأول افتكرت إنه المدرب ده ببارغ شوية إلا إنه كان محق في إنه فعلا المريخ ضغط بطريقة اللي هو الهدف نحن أدانا فكرة المريخ لما لقى الفرصة سجل سيفتيري كان وحيدا في المقدمة مع سمان الصاوي في الجانب الأيسر في التكملة الدفاعية كانت كويسة جدا مع عبيبه دايما وينضباط الكويس جدا أرنولد والإضافة بعملها بشكل ممتاز وبكر المدينة في منطقة اللي هو قبل المهاجم منطقة الرقم عشرة واعتقد إنه تشكيل زكي جدا جدا يقبل إنه يكون أربعة أربعة اتنين يقبل إنه يكون أربعة اتنين تلاتة واحد يقبل إنه يكون أربعة تلاتة تلاتة فعقلية كويسة جدا من قوميس في إنه بيسخر إمكانيات اللاعبين في إنه يعني يعملوا ويلبوا طموحات الجمهور بشكل عام ويعملوا النتيجة بالتأكيد تكون ممتازة جدا فزكاء عالي جدا من إنه يلعب بهؤلاء العماصر وممكن جابوا نتيجة أعتقد إنه ممكن تكون كويسة جدا وخلوا الفريق النيجيري يمكن يكون دايما يعني بيفكر في إنه دخل المباراة هما جابوا الهدف الفريق النيجيري بيفكر فكرة إنه كيف يقدروا عدد في المباراة وخلوا عليه والطريق يكون طويل والنتيجة كانت اللي هي في مجموعة المباراةين أربعة الاثنين للمريخ طيب هتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي التحضير لدور المجموعات وده إنه يمكن حضر ربيعه صفرين بحجر واحد اللي هو الجانب الإداري والتجهيس الإداري مفروض يكون في الفترة الجاية مفروض يكون بشيء أفضل من البحث الحاليا دور المجموعات انت حتقابل الفرق من مستويات عالي جدا جدا في البطولة الإفريقية يمكن يقعوا معك أي نادي يمكن يكون في مخيلتك على المستوى الإفريقي وارد جدا تلقاه معك في المجموعة فبتأكيد محتاج تحضير بشكل أفضل محتاج مباراة إعدادية بشكل أفضل مجموعات بتأكيد حاليا أنت فيها محتاج أنك تكون حاضر على كل المستويات المريخ حاليا محتاج أنه بالتأكيد يعني يكون فيه مدرب لياقة بدنية مع الفريق وده واحدة من الملفات الإدارية المفروض تحسن في الفترة القادمة وده حاجة نستكلم عنه بشكل كبير محتاجين يكون فيه مع الجهاز الفني يكون فيه مدرب لياقة بإمكانية عالي جدا عشان أقل له يواصل مع الفريق الفريق حاليا بيحضر بشكل كويس جدا جدا كونه يخسر فيه نيجيريا بيتنين لوحد أعتقد أنه فيه مردود بدنية كويس جدا وفيه مردود فني وفيه خبر التاعبين ممكن استطاعت أن أتجيب التأهل من نيجيريا طيب أنا في النهاية عايز أثني على سيف تيري صراحة واحد من اللاعبين المميزين جدا ممكن تكلمت عنه قبل شوي لكن صراحة سيف تيري واحد من اللاعبين الحالية ممكن هو نمر واحد وعمل شغل كويس جدا بالتأكيد يمكن منظمة المريخ بشكل عام يتكلم عنه فيه لعبين كويسين كمجموعة كمدرب كعناصر كويسة جدا يمكن يكون فيه معد إداري شوية محتاجين شوية تجويد على مستوى العمل الإداري مع الفريق إلا أنه الفريق بشكل عام ماشي بشكل ممتاز جدا فنتمنى أنه في قادمة المواعيدة الفريق يكون بشكل أفضل ويتم اعداده بالطريقة المثلة عشان فعلا يشرف كل جمهور المريخ في البطولة الفريقية في دور المجموعات أنا مبارك لكل جمهور المريخ صراحة هذا التأهل الممكن مهم جدا جدا عاد لنا المريخ الممكن قبل ثلاثة واربع سنوات لكان مزلزل دور العرب وكان عامل أفضل النتائج على المستوى العربي وكان من أهم ثلاثة واربع فريق في البطولة العربية ورحمة عبد الرحمن كان اللاعب الأفضل وهداف البطولة فكان في إيسيم كان بيرج كل نحاء الوطن العربي والشرق الأوسط بشكل كبير فنتمنى أنه يكون في البطولة الفريقية بهذا المستوى المميز جدا جدا ببارك لكل جمهور المريخ إن شاء الله كده الفرح يتواصل في قادم الأيام ونشوفكم كده كلكم متألغين كل أندية السودانية متألقة في البطولة الفريقية أنا أشكر لكم كثيرا لحظة المتابعة إن شاء الله دايما تأمين والأمين شكرا